يا مساء السعادة عليكم يا احلى متابعين عاملين ايه يا رب دايما تكونوا في احسن حال واهلا بكم النهاردة فيديو جديد فيديو النهاردة معنا السيدة التركية اللي كلنا كلنا حبيناها بافكارها الحلوة جدا والحمسية والمنزلية اللي دايما كده بنتعلم منها ومن الروتين اليومي بتاعها تعالوا نشوف ايه احدث الافكار اللي عندها واحدث الحاجات والحية للمنزلية والنهاردة كده الفيديو بجاد مليان حاجات حلوة جدا ان شاء الله تعجبكم فبتمنى تتابعوا معايا للاخر تنسوش دعمكم ليا بقى باللايكات الحلوة وكمان الكومنت اللي دايما بتشجعوني بيها ويشرفني جدا جدا لو اول مرة تشفييني تشترك معايا في القناة تعملي كده لتحت الفيديو وتنضمي لعالتنا واتبعي معانا كل يوم فيديو جديد بننزله هيكون حمسي جدا ومليان افكار لكل ست بيت النهاردة تعالوا نبدأ معايا واول حاجة زي ما انتوا شايفين هنا عشقها للمشتريات زيها زي اي ست بيت بتحب دايما ان هي تجدد حتى لو بلمسات بسيطة هنا تعالوا نشوف المشتريات اللي هي جابتها وقد ايه بسيطة جدا لكن بتدي لمسات حلوة عندها في البيت زي الكتعة الخيوط دي وعلقتها هنا على الحيطة ويه كمان جابت الفوزة دي وحبت ان هي تعمل الدكورات اللي دايما افكار بنشوفها وبنحاول ان احنا نجربها عملتها كده باللون الابيض وحطت عليها ورق التهب كمان جابت هنا المشمع او الوحدات البلاط دي وحطتها هنا في الحمام وقالت ان هي حلوة جدا عاطية شكل جديد وبتكلفة بسيطة جدا كمان جابت السجادة والنجفة الجديدة للليفنج روم وزودت كمان هنا الشجرة السغيرة دي على الترابيزة طبعا ابنها هنا بيساعدها زي الاطفال دايما كده بيحب ان هما يشوفوا ايه الجديد ويستكشفوا كل حاجة وكمان بيساعدها ان هو يرس الحاجات معها كمان هنا كتب الدكورات وكمان هنا الابجورة الجميلة دي وكمان عملها كده باللون البربل تدي كده لون حلو عندها في الشقة يبقى ديكور مختلف تؤدي المشتريات كلها بسيطة لكن كلها عاطية لمسة حلوة عندها في البيت كمان هنا برضو الاداية الجميلة دي عبارة زي مساحة كده بس دايما بنشوف ان المساحات بتاعة الارض بيبقى فيها الفوطة بتاعتها وبرضو بتتفك وبتتغسل وكل حاجة لكن هنا دي عبارة عن بلاستيك كده وبتركب انت فيها الفوطة العادية من عندك تغيري بقى حسب الحاجات اللي انت بتستخدميها ممكن تخصصي فوطة لكل مكان عندك زي ما شفته مسحة بيها الارضيات ومسحة الحيطة كمان فبتحاول كل مرة ان هي تخسل الفوطة ويتغيرها بسهولة وعملية جدا جدا ومش مكلفة ومش متعبة كمان وشفته ان هي لما عاد معاها كل حاجة دي هنا السجادة اللي احنا شفناها طبع المشتريات بتاعتها وهي كمان بتقول ان هي مزيتها ان هي خفيفة وهي كمان الظهر بتاعة تقيل يعني لو تكب عليها مية او اي حاجة ان هي ما بتوصلش للارض ان فيها طبقة عزلة من تحت كمان هنا تعالوا شوفوا الخلطة السحرية اللي هي تقدر تنظف بيها التقفيل بتاع المطبخ من اي دهون هي حطت هنا مية سخنة وخل وحطت معاهم اللي هي المكعبات السويرة دي اللي هي بتاعت الغسيل الملابس وهي بدأت ان هي بفوتة بقى ان هي تمسح كل التقفيل بتاع المطبخ وكل الدهون اللي عليها بتقول ان دي حاجة بسيطة جدا لكن قد ايه كانت فعالة معاها كمان بردو هنا بصوا ديكور بسيط جدا حطته وحطت عليه الشموع اللي هي اللي هي بالحجارة دي يعني مش مش نار حقيقية طبعا علشان ما تبقاش ايه غلط على الخشب اللي هي علقته فدي طبعا بالحجارة وعمل ديكور حلو كده بسيط كمان هنا بردو من التحليات البسيطة اللي هما بيعملوها عندهم في تركيا بيعملوا هنا زي اللبن كده وبيحطوا معاها هنا النجا مش عارفة بالضبط ايه اللي بيخلي لونه بوني كده بيعملو تقريبا بالسكر زي كرامل وهنا كانوا حطين عين الجمل في خيوت كده معلقينها وبيبتدوا ان هما يعملوها في الصوس اللي هما عملوا الكرامل ده وبيسيبو ان هي تنشف من الحاجات والتحلية البسيطة جدا اللي هما بيعملوها وبتشاركوا فيها ومع بعض بالطريقة الحلوة دي هنا كمان برضو بتقول لو عندك الخددية بتاعتك ومش قادرة ان هي تحطيها في الكفر بتاعها شوفوا هي بحيلة بسيطة جدا جدت ان جابت هنا الكيس البلاستيك وشفتت من الهواء بحيس ان هي تضغطها وبعدين دخلتها في الكفر وشالت بعد كده الكيس بكل سهولة جدا قدرت ان هي تحل المشكلة اللي بتوجهها دي كمان هنا برضو الاطباق بتاعت السفرة بتبتدي ان انت تحطي تحتها زي مفرش كده للتقديم فهي هنا عملته بالفكرة اللي دايما كلنا بنشوفها اللي هي بمسدس الشمع يعني بتحاول ان هي تشوف الافكار اللي الزيدات بتعملها وتنفزها باديها بابسط حاجة ويتغير من دكورات البيت عندها كمان هنا برضو طريقة تطبيقها للفوت وبتقول ان هي بتطبقها بالشكل ده كده المسلس وبتدخلها جوه وبعد زي الفوت الصغيرة بتاعت الايد او بتاعت الوش او كمان الفوت الكبيرة بتقول ان الطريقة دي حلوة جدا كديكور مميز وكمان لما بدرستوهم في الدولاب بيبقى شكلهم حل ومش بيتفكوا معاها بالسهولة هنا كمان برضو التعليقها للدرسات وعلشان طبعا تبقى طويلة وحتاخد مكان عندها في الدولاب حتى لو جنب سود كده بتقول ان هي بتحطهم الجزء اللي تحت على شماعة تانية وكده يبقى عندها الحاجات ما هياش طويلة وتستغل المساحة البقية من الدولاب ان هي تحط فيها اي حاجة من غير ما كل حاجة تدخل في بعضها هنا كمان برضو بحيلة بسيطة جدا علشان تداري المسورة بتاعت الغاز وتعمل لمسة حلوة عندها في المطبخ بدأت ان هي تجيب هنا الشريط اللي هو الاخضر ده ده عبارة زي سلك كده وبدأت ان هي تلفه على المسورة وكمان زودت معاها هنا الاضاءة اللي هي بالحجارة دي عملت منها شكل حلو في نفس الوقت تبقى اضاءة ليلية كده خفيفة في المطبخ ممكن اي حاجة عندك تبتدي ان انت تداريها اي عيوب موجودة عندك تداريها بشوية من الزينة او شوية من الدكورات هتغيري من لمستها تماما كمان هنا برضو اهتمامها بالغرفة بتاعتها وازي ان هنا اضافت المنطقة اللي موجودة تحت السرير هي عندها هنا المرتبة بتترافع كده بالشكل ده فسهل جدا ان هي تخزن بقى حاجة تحت السرير بكل سهولة مجرد ان هي بترفعها بس كده وطبعا كل فترة بتحاول ان هي تنظف حتى لو مش حتى حاجات تبتدي ان هي تنظف المكان باستمرار من الاتربة ومن الحاجات اللي موجودة فيها عشان دايما تبقى عندها الغرفة نتيفة وبعد كده غيرت فرشة السرير يبقى كده هي خلصت كل حاجة وتماما اخر حاجة هنا تعالوا بقى نشوف الروتين اليومي بتاعها وترتبها لليفنج روم والمطبخ تحاول دايما ان هي تخلص وتنجز كل حاجة وراها خصوصا طبعا ان هي عندها طفل فدايما على طول لازم تحاول ان هي تسيطر على الفوضى اللي ممكن تكون موجودة في البيت الالعاب اللي موجودة في كل مكان والبقع والاثار من الاكل اللي موجودة على كل حاجة هنا بعد مخلصة الليفنج روم دخلت بقى على المطبخ ترتبها للموعين تحطها فصلة اللي بقى والحاجات اللي هي خلاص بقت نتيفة ترسها في مكانها تنظمة هنا للدراج وللدرف بطريقة حلوة جدا فبدأت بقى ان هي ايه تحاول اول باول كده كل حاجة عندها تبقى تمام ونضيفها وفي نفس الوقت تبقى تخلص وتنجز كل حاجة كمان برضو بعد مخلصة الرخمات والترابيزات اللي عندها دي هنا بواق الاكل بدأت ان هي تشيلها كمان هنا الدرج ده خصصته للخزين بتاعها فحطت فيه هنا زي مفرش كده وبدأت تحط بقى الماكرونات والحاجات اللي موجودة عندها البوكوليات كلها رصتها كده بشكل حل بعد كده رحت على الروتين اللي ترتبها للملابس الحاجات اللي محتاجة كوي والحاجات اللي محتاجة ترتيب وتطبيق بدأت ان هي ترصهم برضو تغير الملايات وفرش السرير يعني روتين يومي سريع جدا لكل حاجة في البيت واللي تقريبا كلنا بنعمله يوميا وفي الآخر طبعا بتخصص وقتها لابنها كمان هنا في الآخر كده سهسيبكم مع الجزء الكوميدي شوية اللي هي بتحاول تقلد فيه اليابانيين ودائما بنشوف الأدوات اللي بيستخدموها بطريقة حلوة جدا في الفيديوهات اللي من النوعية دي زي عندها هنا السطارة اللي هي مجرد لمسة لها السطارة بتاعتها بتبتد تتحرك كده تنظفها كمان للمرايات بالأداء الحلوة اللي فيها مكان زي مستحة ومكان الفوطة وكمان الأداء بتاعة إزالة الوبر شوفوا كمان هنا هي بتحاول ان هي تاخد الموضوع بشكل يعني كوميك كده شوية بتحاول ان هي تقلدهم بالحاجات اللي هما بيعملوها وبعد ما خلصت الروتين بتاعها لغسيل أسنانها كمان هتبتدي بعد كده ان هي تحضر بقى الفطار وتبقى جهزت كل حاجة وفي الآخر هتفتح الباب وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو وفيديو سريع جدا للحيل والتركات والحاجات الحماسية جدا وروتين سريع للسيدة التركية اللي دايما تعودنا منها على كل نشاط وحيوية بتمنى يكون الفيديو عجبكم بشكركم جدا لو وصلتم معايا لحد هنا بتنسوش بقى دعمكم لها باللايك الحلو والكممنت المشجع وكمان يشرفني جدا جدا اشتراكك في القناة أشوفكم بكنا ان شاء الله فيديو جديد أفكار جديدة وسيدات وروتين وكمان حاجات حماسية جدا جدا أشوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام